أستاذ إبراهيم مشوخي حياك الله يا مرحبا وصلنا في هذه المسيرة إلى عام 2003 تقريبا العام اللي حصلت فيه الانتخابات وترشحت وفزت لكن في حكاية ذكرت لي من قبل لم نتطرق إليها تتعلق بزيارة فتحي يجن لكم أمين يجن أمين يجن سوريا عفوا أمين يجن هو الأستاذ فتحي يجن رحمه الله كان ذكر لي عن أمين يجن وبعض قصصه يعني أنسى أنا رجل كبير في السن بس أنت بعدك شاب بسم الله البساطة المنطقة هي من ملفات التي تذكر حقيقة في تاريخ يعني الصراع الموجود والعلاقات مع الأنظمة يعني الحقيقة جاءني أستاذ أمين يجن وتبين لنا في بعض حقيقة أنه كان من أهم الشخصيات هذا كان تقريبا متى؟ في حدود التسعة وسبعين تقريبا ما خلتني الذاكرة في حدود تسعة وسبعين قد تسبقها بشيء يعني هذا قبيل أحداث حماة الأحداث حماة أنا لا أذكر تاريخ أحداث حماة في المكتب التنفيذي لهم وقال هذا الأستاذ أمين يجن رسول من حافظ الأسد قال لإخواني السوريين اللي عمل مصالح وإيقاف يعني الأحداث التي تجري وإني اللي حمل السلاح يعني مجموعة قرية ليست كبير ليست لإخوان المسلمين فيعني لا نريد أن نحول سوريا إلى يعني إلى دماء وأحداث والإخوان تنظيم مش دموي ولا يريد أن نقيم أحداث يريد أن يعيش بسلام حقيقة كنشد الدعوة ونشد إسلام وبصلوا إلى اتفاق مع حافظ الأسد حول هذا الموضوع وجاء أمين يجن في هذا الاتجاه وقام حافظ أسد في شيء من الإفراج في هذه القضايا لكن تبين فيما بعد أنه فيه هناك حقيقة لا إصرار بعض المجموعات وعلى رأسه رفعة الأسد أخوه ومن حوله حقيقة لا فيه قصة توتر وتوتير الألعاقة واستمرت قصة الحكاية الدموية ويعني أذكر في تلك الفترة أيضا من أحداث المهمة يعني هو هذا أمين يجن جاءكم لتتوسطوا لدى قيادة الإخوان السوريين لا مش حان نتوسط هو أصلا لا هي صلة مع القيادة السورية أصلا هم هم الإخوان السوريين وكان هو من أبرز قيادات الإخوان السوريين بعد خروج عصام العطار من هناك رجل مسؤول وله مسؤوليات وله تاريخ في المسؤولية مع الإخوان يعني هو حتى اغتيل اغتيال بعد ذلك يعني نصبوا له كمين وقتلوه فالرجل مسؤول ولكن أصبح فيه سلة وهو الرجل من عائلة يعني لها تاريخ وعراقة من أصول الحكم العثماني نعم تاريخ له عراقة وعائلة محترمة يعني لها اعتبار من حلب فعلى صلة يعني تمت الصلة مع حافظ الأسد ووسطوا حافظ الأسد أرسل القيادة السورية حتى يصلوا لهذا الاتفاق يعني معنى آخر كان ممكن أن تحل الأزمة السورية في وقت مبكر لو لأن هناك عناصر في النظام كانت لا تريد التوصل إلى هذا الحل صحيح صحيح شوف هو كل أزمة كل أزمة ترى بمناسبة إذا واجهها العقلاء تنحل كل أزمة إذا وجد عقلاء من الطرفية تنحل وإذا وجد عاد المزايدات والتطرف والإصرار على استمرارية الأزمة طبعا ما في يعني ما في مجال فالمن زمان آبائنا يقول يعني يعني طلبة مشكلة يعني بين سبعين يا ما هو نحلها وطلبة بين ذلين يا ما أصعب حلها يعني عادة من طبيعة الأشياء هذا هي مع العقلاء ما في مشكلة فنحنا يعني ما بدأ تشتت كثيرا هو عادة وجود العقلاء في أي مشكلة على الإطلاق يصي إلى حل فيها ما فيه مشكلة على كل حال القضايا اللي تمت في تلك الفترة هي قضية حقيقة أنا يوم بتصل معي مسؤول أمني قال زورني فيروح زورته قال أحنا مسكنا مجموعة على الحدود كان معهم رشاشات وسلاح مخبينها في فرس السيارة من أسفل جايين عشان يغتلوك أنت هدف للاغتيال حتى ما تقلب الحرف الواحد يعني قال قال إحنا بالنسبة لنا يعني لا نقبل لا نقبل أن نكون على الأرض التي نحميها أن تم حادث اغتيال أو تم اختراق من أهل لماذا مستهديفينك بسبب علاقتك بالسوريين آه طبعا عشان لاقب السوريين بحقه وين رايح عند ابن رهيم المشق أو مكتبة المنار أو كذا يعني مع أنه دورنا حقيقة في كل هذه الفترة اقتصر على يعني الخدمات الإنسانية لهؤلاء الناس وزي ما ذكرت في حلقات سابقة لا يمكن يلجأ ليك إنسان مطارد أو مطلوب أو إنسان يعني طريد وترد هذا الإنسان أي أن كان أي أن كان هذا الإنسان يعني فقال لي خذ حظرك بازم يعني تنتبه وصار وحطوا حقيقة حراسات في أين كان يصبح حراسات يعني سواء كان على البيت أو على المكتبة يعني في تلك الفترة وعلى البيت بشكل مستمر طبعا حراسات غير ظاهرة لكن يعني حراسات يعني موجودة هذه من ملفات تلك الفترة نرجع لموضوع الانتخابات البرلمانية هي الدورة كانت من 2003 إلى 2007 نعم الدور من 2003 إلى 2007 كما ذكرت في السابق حقيقة يعني ترشحت ونجحت الحمد لله رب العالمين وأصبحت نائب في البرلمان وكان من أول يوم دخولي للبرلمان قبلت وذكرت الكلام هذه في حلقة السابقة كان رئيس الوزراء علي وبراغب ورجل يعني استقبلني استقبل الحار واعتذر قال أنا صيحة اعتذرت يعني اعتقلت كي استرت نائب وبدأت العلاقة حقيقة يعني في العمل النيابي وفي تلك الأيام كان رئيس مجلس النواب لأول دورة سعد هاي السرور والكتلة النواب كانت 17 نائب ودعم نواب الإخوان نواب الإخوان في تلك فترة 17 نائب ودعم وسعد هاي السرور في أن يكون رئيس والرجل حقيقة احترم أو قدر هذا الاصطفاء وأذكر سألت أسألت في أول اللقاء أخي سعد بالنسبة لك النواب إسلامي لا نقبل حقيقة وجود فكرة التطبيع في المجلس إذا كان تأتي وفود إسرائيلية أو وفود من هؤلاء الناس حقيقة لا نقبل الكلام قال لا حقيقة أنا سبق أنه حدث مع الملك وطلبت منه أنه ينقى بمجلس النواب عن مثل هذه القضايا جميعا وإن كان ولا أبود مجلس العين موجود بس نحن نخلي مجلس المثل للشعب هذا بعيد عن هذه القضايا لكن قبل الانتخابات والنجاح الحقيقة لا أبود أن أوجه كلمة شكر لحقيقة الناس اللي احتضنوا النواب وقاموا بجهد شديد حقيقة في المهرجانات وفي ترتيب اللقاءات مع الناس وفي الدعايات الانتخابية والصور واليافطات وباصل الليل بالنهار هي يعني معركة الانتخابات عبارة عن معركة الانتخابات فيين عبارة عن معركة وفيها من تعرف الناس فيها ناس أحيانا في الانتخابات بتشوف تصرفات طبعا غير لائقة اللي بمزقوا اليافطات بعض والصور يعني قصة الانتخابات قصة بحد ذاتها قصة بحد ذاتها لكن كانت هي أول انتخابات بتتم في عهد الملك عبدالله وهو قال الملك عبدالله في تلك الفترة أنا أريد حقيقة هذه أول انتخابات أريد انتخابات يعني فعلا نزيها بمعنى كلمة نزيها اللي حيقول من أغضاء من الإخوان اللي ترشحوا ممكن كان ترشح تسعة عشر وعشرين واحد نجحوا من كثنين ثلاث اللي ما نجحوا ويعني النقل لي فيما بعد حقيقة لقاء تم يعني بعد الانتخابات لسا ما أعلنت فكان يعني أحد رجال المسؤول عن المخابرات أو الأمن في الزرقة قال يعني أنه ينجح أربع مئة الإخوان في الزرقة مرة واحدة ويطلع برهيل مشوخ وهو النائب الأول الفائز الأول شو بدحك للدائر شو بدحك فكان أحد الناس المتعاطفين معنا موجود في الجلسة قال له يا باشا رغب جلالة الملك أن تكون هذه الانتخابات حرة ونزيهة كما هي الشعب في الزرقة انتخب النواب الأربعة وأراد لإبراهيم مشوخ يكون الأول فكما هي تنقل إلى الناس وكما هي على الأرض الواقع كيف كانت الأجواء داخل البرلمان يعني نحن بدخلنا البرلمان البرلمان كان في تلك الفترة كان 120 نائب عدد النواب يعني نحن يجب أن نعترف يجب أن نعترف حقيقة وهذه حقيقة يعني نحن البعد عنها خطأ لا تسمح السلطة التنفيذية لا تسمح السلطة التنفيذية للسلطة التشريعية أن تكون لها القرار والسيادة في القرار على الإطلاق لأن في بعض القضايا يعتبروها هي ضد سياسة الدولة يعني الآن أضرب لك مثال بسيط جدا للغاية اتفاقية السلام التي تمت ما أحد حقيقة معها على الإطلاق اتفاقية الغاز المعروضة الآن حاليا طويت في الأدراج طويت في الأدراج كثير من الاتفاقيات يعني كثير من الاتفاقيات حقيقة خلص من تجربة الإخوان السابقة لما كانوا يدخلون إلى البرلمان فرادة قبل عام تسعة وتمانين ثم لما دخلوا ككتلة من تسعة وتمانين يجاي علم الإخوان كما علم غيرهم أن البرلمان لا صلاحيات له حقيقية هذه طبيعة النظام في الأدراج حال البرلمان حال البرلمان يعني يعني كأن الدولة تقول للبرلمانيين أو للبرلمان أو للناس النواب قولوا ما شئتم ونحن نفعل ما نشاء أين يعني هذه هي الحقيقة لكن لكن في نفس الوقت الحقيقة لا تخلو الأمور يعني أنت على الأقل على الأقل أن يكون لك صوت أن يكون لك رأي أن يكون لك وجهة نظر يمكن هذه هي الفائدة الوحيدة أن يكون لك وجهة نظر هو منبر للتعبير عن الرأي يعني هي منبر للتعبير وفي المحصلة في المحصلة يعني أهم السؤال يجيسلوا لماذا لا تتم انتخابات برلمانية نزيهة حتى تبقى أغلبية البرلمان في داخل البرلمان هي لمصلحة وتوجيه الدولة مش كسلطة تشريعية مستقلة يعني أضرب لك مثال بسيط جداً للغاية حينما أراد اتفقيت اتفقيت المياه في الأردن اللي تمت أنا كنت مقرر لجنة المياه واشترطت الشركة الفرنسية اللي بتمسك منضوع المياه أن كل موضوع المياه يرهن للشركة يرهن للشركة كل موضوع المياه الموجود في الأرض يرهن للشركة يا جماعة مش معقول مش معقول كلام هذا صيحنا ضجينا يعني هاي الشركة الفرنسية تحتكر كل موارد المياه كل موارد المياه كل موارد المياه كل موارد المياه قد ما حولنا كلام فاضي خلاص ومش الموضوع مش الموضوع هناك خلاف أنا كنت في لجنة الحريات وكنت في لجنة الزراع والمياه وكنت في لجنة فلسطين كنت في ثلاثة لجنة كنت مقرر اللجنة الزراعية وجاد شكاوى من الشركات الزراعية في الجنوب لها اتفاقيات مع الدولة على أن تزرع القمح والشعير في الجنوب في اتفاقية مكتوبة وموقع بين الطرفين فجاءوا يشكوا تصرفات الدولة بموضوع المياه ومن المياه وتحصيل المياه ومنعهم حقيقة تنفيذ الاتفاقية الموجودة مهمتي حقيقة كنائب أرسل الكتاب موجه إلى الوزراء المعنيين ومنهم كان وزير المياه في تلك الفترة كان الدكتور حازم الناصر وجاء بعض الوزراء الآخرين واجاء الشركات الزراعية المقدمة للشكوى فقال ما دول الشركات قال بالحرف الواحد في بيننا وبين الحكومة اتفاقيات لزراعة الحبوب الدولة منعتنا عن الزراعة وبالتالي كونها منعتنا هي تتحمل النتائج فطلعت الدكتور حاكم الدكتور الناصر حازم الناصر كان وزير المياه قلت له صحيح إن فيه اتفاقيات يزر الحبود تمانعتهم قال صحيح قلت له ليش؟ قال الأمريكان طلبوا مننا إيقاف زراعة الحبوب في المنطقة الأمريكان طلبوا مننا إيقاف زراعة الحبوب الرجل كان صريح وواضح عشان يستوردوا حبوب؟ هذه قصة دخلنا هذا كمان شملة دول عربية كلها حتى لا يكون في أيدينا غذاء ولا يكون في أيدينا اللباس ولا يكون في أيدينا الصناعة ولا يكون في أيدينا حرية ولا يكون في أيدينا قيمة يعني من ضمن المذكرات في حياتي حقيقة كان الله يرحم جمع حماد وشخصية له اعتبار في كان قابل في تلك الفترة الرئيس المصري حسن مبارك وله علاقات الرجل يقول باخرة القمح في مصر لا تدخلها من عرض البحر إلى الميناء إلا إذا كان بقي المتبقي فقط 15 اليوم احتياطي للطحين في كل مصر 15 اليوم فقط مسموح لك لديك احتياط حتى لا يكون في أيديهم قرار حتى لا يكون في أيديهم قرار وهذا كله مقابل المعونات اللي بتأخذها الدولة هي الدولة رهنت نفسها للأمريكان بقبولها بالمساعدات التي تأخذها واللهي كيف عايشت الدول هذه الحكومات بتأخذ مساعدات هائلة يعني مصر بتأخذ حواري 3 واحد و3 من 10 مليار دولار سنويا من الولايات المتحدة الأمريكية مقابل إيش أنا أريد أن أعلق على هذا الموضوع بتكتع لي أذكر جيداً ونحن نناقش موازن من موازنات المالية لعام كامل إنه كان 78% من مصرفات الدولة من مصرفات الدولة هي من جمع أموال الدولة من المواطنين اللي هي من خلال الجمارك وضريبة الدخل وضريبة المبيعات والضرائب الموجودة على 78% يعني ماذا تبقى بعد ذلك؟ 22% 22% لك أن تعلم لك أن تعلم أنه كثير من الأحيان بتكون فيه تستطيع أن تقتصر بعض المؤسسات وبعض الوزارات من ميزانيتها 10 أو 15 و20% أنا أذكر حديث كان الشيخ نوح رحمة الله عليه وفر وفر من أموال دائرة قاضي القضاء مبلغ أكثر من نسبة 20% في موازنة الدائرة وفر في دائرة كل دائرة كان يستلمها الشيخ نوح كان يوفر ويقول هذه أموال هي حرام أن ننفق حرام أن ننفق حقيقة أن يكون فيها إصراف الإنفق أو صحيح لو فيه إرادة لو فيه إراءة إحسنت لو فيه إرادة لو فيه إرادة يعني أنا أظن أنه إمكانيات الدولة في الأردن إمكانيات كبيرة وهائلة لكن هل كل الأموال اللي بتأتي من الخارج كمعونات بتدخل الميزانية؟ لا قطعا لا ثم بعد ذلك هذه المعونات تأتي من الخارج لا تأتي بشكل أمال هي لا تأتي بشكل أمال تأتي بشكل يعني معونات عمري خبراء بجيك خبير الخبير بقوله راتب فلكي وسيارة ومصريف وجور فلكية أنا حساب الموازن حساب المساعدات حساب المساعدات وهكذا يعني هي ليس شرطا يعني أنا أفكر ممر عليه من قصص أنه كان في خبراء جايين للتربع والتعليم ليس لهم وهذا كلام أنا اسمعته حقيقة من رئيس ديوان المناهج عزيين يطوروا المناهج فلما كتبوا في المناهج وجدت خبراء المناهج هؤلاء ناس ليس لهم سلاح حقاً بكل المناهج وما عندهم ما أعرف بكل مناشي لما يكتبوا كتاب في الكيمة وفي الصفة الخامس والسادس والسابعة والثامن تجد اكتبوا وما عندهم مناهج وما عندهم صفحة وما عندهم تتبعوا وجدهم حقاً أنه وضع عن خبراء إسرائيلي جايين من السليين عشان يعرفوا ما هو البلد ليس كثير من هيك كلهم ضباط عبارة عن ضباط موساد إسرائيلي جايين يدخلوا للبلد باسم معونات هذا الكلام أنا اسمعته من نفس أصحابه يعني اسمعت من نفس الناس تتبعوا الموضوع من نفس المناهج الموجودين وبالتالي أخي أنا بودي أن نصل إلى مستوى أن نعتمد عن نفسنا وذاتنا والحقيقة البلد فيها إمكانيات ضخمة يعني أمن أحنا من الدول المتقدمة في الأردن اللي عندنا الصخر الزيتي عندنا أكثر من مئة مليار متر مكعب صخر الزيتي ونستطيع حقيقة أن نقوم باكتفاء ذاتي في كل الطاقة سواء كانت كهربية ومصفات البترول أو كل شيء على الإطلاق والآن استخراج الصخر الزيتي هو حقيقة تكلفته أرخص بكثير جدا من قبل 10-15 سنة والآن مستخدم في الدول لحتى اللي فيها بترول يستخدم الصخر الزيتي نحن أمريكا بتوقع بترول شبه مجاني من دول الخليج وبتستخرج عندها بترول لكن يستخدم الصخر الزيتي نستطيع أن نقوم بهذا العمل في إحدى زياراتي وأنا نائف البرلمان إلى منطقة الأزرق أخذني أحد سكان منطقة الأزرق وراني بير بترول مغلق البترول فايد إلى الخارج قال هنا كثير من البعارين تبعتنا ونوقنا قتلت بسبب بترول لخارج خارج اندفاع ذاتي من الأرض ومغلق عندنا نحن البوتاس عندنا الفوسفات عند المؤسسات التي بيعت حقيقة بسموها تصحيح الاقتصاد التخاصية من أجل تصحيح المصاري الاقتصادي هذه تركت حقيقة أسوأ واقع اقتصادي في البلد ومديونية طب هذا الكلام كان يناقش داخل البرلمان ما خلينا ولا بقينا ونحن نصيح فلقة احنا عجبنا ونحن نصيح لا حياتة لمن تلادي احنا نرجع في بداية الجلسة حينما قلت يعني حال انتوا حالكم وكانوا بقولوا ما شئتم وحنا حالنا نعف نفعل ما نشاء نفعل ما نريد ما كان في مبرر ليبيع هذه المؤسسات على الإطلاق على الإطلاق كان في عشرات الألاف من العمال والموظفين ومهدسين يشتغلوا في هذه المؤسسات ومبيعت انا حدثني فين بعد مع مبيعت خبير موجود في البوتاس مهندس ما شاء الله قدير من خرجين امريكا بقي في هذه الشركة قال شركة البوتاس خالف ثلاث سنوات جابت كل المبلغ اللي دفعته زيادة شوي يعني كان نسبة الأرباح فيها فوق ثلاثة ثلاثين في المية طب ليش ما نستغل هذه القضايا ليش ما نستغلها ثم قالوا من أجل صندوق الأجيال أخي كانت المديونية في تلك الفترة يمكن كانت أنا الحقيقة أنسى الأرقام يمكن أن تذكر سبعة سبعة مليار ونص الحين صارت قريباً عشرين مليار معذرة يعني من كل أرقام ما تكون يعني واضحة تماماً شايف كيف لكن المديونية تضاعفت أربع خمسة أضعاف ولا تصحيح اقتصادي ولا بالتخاصية نفعت ولا صندوق أجيال نفع شايف كيف وكل يوم قاعدين إحنا المديونية تبعتنا بالزيد أنا أذكر في تجربة يعني قاعدين إحنا في تجربة أذكر في وفد طلعنا فيه على النمسا في البرلمان كان معنى يعني من وجوه رجالات البلد حقيقة كان معنى أذكر فايزة طرامة كان رئيس حكومة وكان معنى يعني مجموعة من الأعيان كان مشترك الوفد من الأعيان والنواب وكان معنى رئيسة الأركان السابق وكان معنى نواب وكان معنى وفد حقيقة رفيع المستوى كانوا رحين يعني للوفد للنمسا لحضور الأمن الأوروبي كعضو مراقب يعني من أردن والله إحنا في جلسة من جلسات كان بتكلم وقونا تبعين وفد عن قصة تطور البلدان كيف أصبحت الدول كانت فقيرة وجابوا أفسن غفورة كمثال وجابوا ماليزا كمثال وجابوا يعني الدول التي تطورت يعني كوريا الجنوبية وكيف أصبحت الدول بعد ما كانت فقيرة ومعدمة أصبحت في مصاف الدول المتقدمة يعني هذا لقاء للبرلمانيين؟ لا لا هذا لقاء احنا الوفد نفسه فيما بيننا في النمسا موجودين قاعد بتناقش كان فايزة طرارنكا رئيس حكومة وكان فين بعد يعني قبل أيام كان هو الرئيس الديوان الملكي قال قال اتكلم يا شيخ إبراهيم حاب اسمع رأيك هذا فايزة طرارنكا قلتوا خليني نظل ساكد أحسن لأننا صفتنا حمرة عندك والله يرضى عليك وش ما شايخيش ما قاله مش هتقبلوا كلامهم قال الله قال الله حابين اسمع الوجهة نظرك قلتوا أنا أبدأ حكي قصة قلتوا حكي وجهة نظرك قال لي تفضل قلتوا قيل لي هذه قصة واقعية أنه كان الشيخ زايد آل انهيان صاحب الإمارات مسوي طعام غداء لأصحابه يوم الجمعة هتأخر واحد من خواصه من أصدقاؤه المقربين أخرهم عن الغداء لما جاي قال هداك الله أخرتنا عن غدانا قال لي والله يا شيخ أنا إلا أخرني خطيب الجمعة طول وبيخطب لكن والله خطب أنت كان زينة قال لأني أش خطب قال عن صلاح الدين قال وثلت القدس إذا كانت مع الكفار وجاء صلاح الدين والله إن رجل نزين وجمع هالأجويد وهارجال وسلحه ومحارب الكفار ومحارب القدس سودك والله يا شيخ زايد إنك أنت رجل زين وعندك حلوس وعندك رجال ليش ما تسوي ذا صلاح الدين قال لي يا بفلان ذاك صلاح الدين شورة من رأسه والله إحنا شورنا مو من رأسنا هذه ملخص حقيقة السياسة هذه ملخص واقعنا المؤلم ولا لو وجد أي إنسان قال هي عندنا تجرب ماليزيا مهاتير محمد عندنا تجرب سنغافورة سنغافورة كانت من الدول الممحية من التاريخ رمضتها ماليزيا ممحية من التاريخ بدأ بالتعليم بدأ حط إيده بيد المعلمين واصبحت سنغافورة من الدول المتقدمة عالميا فإحنا لو نملك الإرادة حقيقة عندنا إمكانيات هي السر في الإرادة السر في الإرادة أنا أقبل وهذه والله إزء يوم الخير فعلا أقبل إني مادوم تماشي في المصار الصحيح وأملك حريتي وأملك كياني وأملك نخوتي حقيقة وبعزة بلدي أنا أقبل بأقل القليل بأقل القليل من أجل حقيقة أنني ببلدي وبحريتنا وبكرمتنا وبدينا وبعزتنا وبأرضينا بدنا من نعيش عهد الله اسمح لي نأخذ فاصل قصير ثباً السلام عليكم حياك الله مرحبا طيب أستاذ إبراهيم خلينا نرجع للممارسة النيابية ونسأل عن أهم المحطات عن أهم ما حصل من مواقف أثناء وجودك داخل البرلمان صحيح والحيقة كما ذكرت قبل قليل كان هذه الأول الانتخابات في عهد الملك البلاد وأراد الملك حيقة أن يتعرف على النواب فدعاهم قسمهم إلى مجموعات كل مجموعة كان حوالي 22 نائب ولا دعينا إلى القصر وكان في حوار حقيقة موجود لعدد قليل كان الملك ورئيس الدوان الملكي والعدد قليل من المسؤولين وأنتم ككتلة رحتوا جميعاً؟ لا لا مش ككتلة هي تنتقى أفراد دعا بعضكم نعم هي كل 22 نائب لحال ما لها علاقة بالكتلة مش كتل يعني لقاء ليس مع كتلة إنما عن نواب وتفرقين أنا أذكر يعني على حسب الرقم كل واحد اسمه كل ما كنت مكتوب اسمه كل واحد بكون مكتوب على وأنا أذكر حتى كان في على شمالي بالضبط كان نائب عن الصلب كان رئيس دارة السير نصراني كان وعيميني كانت واحدة طبيبة كانت لواء في الجيش اسمه فلك الجمعاني واسمي كان أنا أكون موجود في النص قاعد وأذكر يعني أخونا الجنبي على يساري من النوار بتكلم حدث حقيقة وقال يا جالة الملك احنا يعني عايشين في البلد سبع نجوم ومش ناقصنا ولا شي واحنا بقلش خير واحنا يعني بكفينا فخدنا كنت ملكنا واحنا ملكنا من محام الله أنا حقيقة كنت أنوي ألا أتكلم وظل ساكت يعني قلت أول لقاء مع الملك خل نسمعه ومش كون بيدور لناس فقال لي أنا نائب جديد وفي ناس يعني من باب يعني على أقل كسب خبرة وتجربة حقا كلام الرجل ما رتحت له ما رتحت له إنه واقعنا احنا مش هيك الشعب الأردني كله عايش سبع نجوم مش هيك مش هيك حقيقة مش هيك مفعلا مش هيك رفعت يدي قال لي ما عاليش يعني الملك نفسه قال لي ما عاليش خلي واحد تكلم قد يرجع لي حيث الله يعني الرجل مؤدد بالأشك قال لي تفضل سيد الشيخ تفضل سيد الشيخ وترجلت للملك بإمكاننا أن أقول ما يرضيك لكن بنكون غشناك وغشنا نفسنا النصحناك بننصحك وننصح نفسنا وننصح المجتمع والأم التي انتخبتنا يعني أنا لا أريد أن تطرق الكلام ما سبقني من أخوانا لكن لقاءنا هو لقاء صدق ومصارح مش لقاء حقيقة هضم للحقائق والخفاء للحقائق وأنا والله أمس أو أول أمس جاينا رجل فقير بأخذ معونة من الصندوق الوطنية يمكن 40 دينار راتب شهري عنده ابن رجله متورنة بده دخول المستشفى ما لقينا مكان في مستشفى الزرقاء الحكومي عشان ندخل هذا المريض واضطرين نجمع له أن ندخل له مستشفى خاص اضطرين نجمع له من أهل خير 600 دينار عشان نعاجه مستشفى خاص والله جلالة الملك أني عشرات المرات أشوف ناس يأتوا إلى سنديق القمامة عشان يخذوا قتب منها والله جلالة الملك أنه نسبة البطالة والفقر الموجود ما تحتاج إلا بس عودنا الله عز وجل هذا واقعنا واقعنا مؤلم خلي كلامك صحي خلي كلامك صحي بلتوا أنا أتمنى حقيقة أنا أتمنى أنه ما نحن عندنا في الزرقاء المستشفى الذي أنشى أنشى أيام ما كان سكان الزرقاء يمكن أربعة خمس ألاف ستاة ألاف عشر ثلاثين ألاف بني آدم حيث مليون بني آدم في الزرقاء نفس المستشفى مليون بني آدم فيه مستشفى متهالك سهل عمره أكثر من خمسين سنة والرجل يعني ما قصر فوراً قال لرئيس الدوان الملكي وقال لرئيس مجلس النواب وقال لوزير قال خلي الشيخ يكتب مذكرة في هذه القضايا كلها طبعاً تكلمت حقيقة كلام أكثر من ذلك بكثير وقلت إحنا دعاة بناء للمجتمع فقال يكتب للمجتمع وفعلاً ما ماضى وقت طويل وأيض برئيس الوزراء يتصل معي عنده وزير الصحة فبقول لي قرر جالة الملك بناء مستشفى في الزرقاء وخلينا نسوي يعني مخططات للمستشفى عشان نبدأ فيه قلتوا ليش نسوي مخططات مستشفى حمز المبني في عمان لسه ما أثثتوه ليش تدفعو لك أربع خمس مليون دينار عنده للمخططات للمخططات نقع ثلاث 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 أربع سنين للمخططات وتدفع التكاليف لمكتب هندس جديد خذوا نفس مخططات مستشفى حمزة مستشفى حديث لسه لسه ما أعالج فيه الناس لسه بعد تحت التأثيث فريسة بطلق فزيل الصحي قالوا كلام الشيخ الصحي كلام الشيخ الصحي قال خذوا مخططات حمزة وبدأوا ثم يسروا والحال الحمد لله نفضل الله بدأوا بعالج وصار فيه الحمد لله رب العالمين لان فيه مستشفى ثاني فيه مستشفى ثاني كبير وضخم ما شاء الله عنه هي من ضمن القضايا كان أنا مكتب ندوب فيه حقيقة أنا فجئت يوم في الشتاء الشديد وإذ بيجاء شاب كانت ديني برد تمكن الأربعينية ويلابت نص كوم برجف يعني شوفتوا بحد ذاتها مشكلة إنك شوفوا بحد ذاتها مشكلة شو عالتك يا ابن شو قصتك أنت قال والله أنا سيد الشيخ بشتغل مؤذن في مسجد وراهت بخمسين دينار في شهر تخلي قديش خمسين دينار شو بنفع ده في شهر لك أنت تتخيل قال طيب قال والله إني أنا كان أجرة المواصلات عشان أجيك والله ما هي معي فلقيت واحد نجار برفع أبواب من الأرض من السيارة للطابق الثاني أو الثالث ساعت وعطاني نص دينار جيتك بيها والله ومواصلات ما أقول إن فيه نص خمسين دينار أجرة شهر قالوا قالوا ويريت بعطونيها شهرياً كل أربع خمس ست شهور بعطونيها المرة على حساب الصندوق عنده في الأوقاف اسمه صندوق يعني الدعوة يعني هو مش موظف رسمي في الأوقاف سبعين في المئة من الموظفين الأوقاف مش رسميين مع أنه وزارة الأوقاف يقال إنها من أثر الوزارات يا أخوي يعني بلو مراخبة لها ممتلكات يعني فيها وقف من الأراضي وقف لكن ما فيه ما فيه عقلية استغلال هذه الإمكانيات المادية الموجودة مش موجودة طيب شو صار مع الشب هذا؟ هذا المهم أو أسعدته وفي اليوم الثاني مباشرة كان عندنا جلسة في برلمان قابلت أنا أذكر بزير المالية محمد أبو حموق حقا رجل يعني مؤدب وعنده حس وثم عليك رب سبحانه وتعالى بقول ومن يعظم الشعائر الله فإنها من تقوى القلوب أحنا كونا نخلي ترى الأمة والوعاب والمؤذنين نفرد لهم السجاد ونقول حسن لوجه الله تعالى هذا فيه إذلال شعائر الله عز وجل مش عزاد شعائر الله عز وجل هذا إذلال شعائر خمسين دينار على صندوق الدعوة قال والله أنا ما معاي خبر قلت لكن إلك علي واحد بقول لكن إلك علي واحد إني أتبنى الموضوع قال بس إحكي رئيس الحكومة حكيت لرئيس الحكومة فعلا قال لي خلص الله غير إحكي لجلالة الملك يعني خلص الموضوع عندي خلص غير إحكي لجلالة الملك والله فعلا فضل الله عز وجل فعلا فضل الله عز وجل يعني رفعوهم لمية بعدين بعد غني بعد ذلك رفعوهم لمية وخمسين دينار يعني ها يعني صار شيء منه مع أنه برضو قليل لا يذكر طبعا قليل يعني ما معيشة في الأمبن الآن يعني باهضة في التكاليف طبعا قليل لكن يعني إن يأخذ مية وخمسين دينار ولا ما يأخذ شيء ها اللي هي غنا يكن باب للناس الذين لها نائحة لهم أبناء مخيم غزة اللي في جرش اللي في جرش يعني وجاء شكلية عدد منهم يعني شكوة مرة بضرر واحد منهم بيقول الله يا أخي أنا بجيني حوالي من أخويل في السعودية ما عندي وثيقة تثبت شخصيتي عشان أخذ الحوالي عشرين دينار والقمسراش والثلاثين دينار ولو أموت سين ما هي حادث يفتشوا جيابي لن يجدوا هوية الذين على شخصيتي الذين لا عندهم جوازات ولا عندهم رخص قيادة ولا عندهم هويات لا شيء ما أنهم صار لهم ما أنهم صار لهم الآن من السبعة وستين يعني تتكلم يعني عن أكثر من خمسين سنة تكلم عن أكثر من خمسين سنة يعني فعلا في اليوم الثاني حكيت مع رئيس الحكومة رئيس الحكومة وعد خير وفعلا قلنا بحكي لجالة الملك فعلا كان رئيس الحكومة تلك فترة علاقة طيبة مع جالة الملك فعلا يعني حصلنا على وثيقة أبناء قطاع الزهوية وجوازات صفر مؤقتة يعني ها لكن لك أن تعلم عاد بعد الصحافة هم هادول كم عددهم ليش ما يجنسوهم ويخلصوا من هالمشكلة بيعتبروها بيعتبروها الوطن البديل ما هو بالصحافة شو قال تعال بعدها بدأ مشروع التوطين بدأ مشروع لما يظلوا يعني يعانوا يظلوا أذلاء هكذا زي الفلسطينيين في لبنان محرومين من سبعين وظيفة على الأقل بحجة أنهم هما دولة بدهم يتمسكوا بحق العودة عملوهم كبشر عملوهم كناس أنا بعرف فلسطينيين كانوا في لبنان من اللاجئين طلوا على الأوروبة أخذوا جنسيات أوروبية لما رجع على لبنان صاروا يعملوه معاملة إنسانية ويشتري شقة ويشتري أرض ويشتغل بوظيفة بس لما كان موجود في المخيم فلسطيني كان يرثى حاله يرثى له مرة عشرات القصص عشرات القصص بل مئات القصص لما يكون إنسان عربي يروح دولة خارجية ودولة عربية بيعملوه أسهم معاملة لما يروح بره يجيب جنسيات البريطانية أو الأمريكية أو الألمانية ألمانية بسير خبير دولي وكل بديل التحية هذا يدل على مرض في النفس وعدم الثقة بالنفس على مرض وعدم الثقة بالنفس يعني أنا لمن أتكلم عن في قضايا العلماء الموجدين في أوروبا من الأصول العربية من الأصول العربية يعني أحدثوا لا حرج يعني لهم أول مالهم آخر لهم مالهم آخر لكن ليس موضوع بحثنا أنا أقول لك يعني شو بسير السياسة الإدلالة الموجودة وهذه ليست في الأذمن فقط في الغير الأردن أحسن بكثير من غيرهم في لبنان ما يكن تعرف واقعهم في سوريا شوف إيش ما قالت إليهم الأمور لا بس هو في المفارقة في الأردن أن معظم اللاجئين الفلسطينيين أصبحوا أردنيين مع الزمن يعني في المخيمات مخيم الوحدات ومخيم الحسن ومخيم مادبة ومخيم زيزيا ومخيم إيربت يا حبيب من باب تصحيح كل مصار أردنيين لا 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 من باب تصحيح المصار هو في وحدة صارت بين الضفة الغربية والشرقية في صارت وحدة بين الضفة الشرقية والغربية وبناء على هذه الوحدة أصبح في مجلس نيابي مشترك وأصبح في حكومة مشتركة وأصبح في حقيقة أبناء الضفة الغربية وأبناء الضفة الشرقية دولة واحدة وبالتالي هذولا في الجنسية من بدري من أيام ملك عبدالله الأولاني كيف كيف فصارت نفس هي صارت هجرة حينما تم احتلالي ال67 احتل جزء من الاردن مش فلسطين جزء من الاردن كانت موجودة وبالتالي معهم الجنسية اتداءا ومعهم وبالتالي كثير من الى ان فك الارتباط اه كان يعني احنا اذا افك الارتباط اصلا جاء مصيبة من المصائب اخي قرارات الامم المتحدة وقرارات جامعة الدول العربية عمرها ما صبت مصلحة الناس عمرها في الحياة ما صبت مصلحة الناس على الاطلاق ما هو هذا فك الارتباط جاء ارضاءا لياسر عرفات ونزولا عند ضغوط منظمة التحرير لكن خرب بيت الفلسطينيين صار الفلسطيني اللي اللي ولد اردني في الضفة الغربية صار لما يجعل اردن غريب يعني الكثير للأسب الشديد محمود عباس انتهى صراحيته كرئيس اجت جامعة الدول العربية استصدرت خرار لا ان يبقى رئيس الفلسطينيين يعني مش ما اقول مش متى كانت مهمة متى ما كانت مهمة الجامعة العربية هذه المهمة اصلا وهي متى كانت جامعة الدول العربية في مثل الشعوب العربية صحي صدقت سوف نرجع البرلمان صدقت صدقت نعم في اوائل برضو مصبنا البرلمان كن لجنة الحريات وزرنا السجن لجويدة لجنة الحريات جاينا على السجن جويدة وفتنا السجن جويدة وطلعنا وانت لفت انتباهي على عيادة السجن الكشفية بفلوس مش عارف كم دينار دينارين ثلاثة والادوية حسب تسعير وزارة الصحة يعني للسجين بدفع كشفية اه اه بدفع كشفية وبدفع على حي خفو جئت بالكلام ومنين بيجي بفلوس السجن ما اه يا لجاك عادة نفس السؤال تبعك اني سألت وانا سألت والادوية حسب تسعير وزارة الصحة والتقينا بالسياسيين في السجن وسألناهم عن يعني صار في حديث مع مدير السجن انت كمدير السجن هؤلاء السجناء امانة في عنقك انت بالاسمه هم رهائن عنده اه طبعا قال لا انت بالاسمه الاب والام والخال والعم والاقارب يعني الحيقة يجب انت فعملهم برحمة بيقدر نظر سواء كانوا مذنب او في ناس سياسيين كانوا مجدين عملهم حيقة مشرف حيقة لفت انتباهي اكثر من قصة لفت انتباهي اكتظاظ شديد في السجن غير معقول لو مسألته اش سبب قالوا فيه مسجين عاد الضخ بالمئات مسجينين اداريا واحد عليه مخالف مش قادر يدفعها واحد مسكوه بيجيب بعود حطب مش عارف من الاحراش او كذا الاخره واحد عليه مخالف مصري عليه بده يسافر بده عنده عليه غرامات غرامات واحد مسكوه وكلهم بيزجوا فيهم في السجن اه كلهم بنحطوا في السجن ولافت انتباهي ايضا حقيقة فيه مجموعة مسجونة اه قلت لهم شو حكيت كونت وقال والله احنا كنا مجموعة عشان ندخل سلاحة الضفة الغربية في منهم ناس مسكتهم اسرائيل ونحكموا وقلصوا حكم مروحوا حكموا سنتين او ثلاثة واحنا كنا نظن سبعة ثم اناس حقيقة المدة لذاك يمكن ضعفين او ثلاثة حكمة حكم اسرائيل وظلت انتباهي ايضا في اليوم الثاني قابلت رئيس الحكومة وكان نائب رئيس الحكومة نفسه وزير العدل نائب يعني قابلت الاثنين رئيس الحكومة ووزير العدل قلت يا ذولة الرئيس انا مش قادر افهم قاعدين تحطوا على مئات البشر سجن مقتض سجن جويدة مئات البشر بكلفوكوا لباس بكلفوكوا غذاء بكلفوكوا تكاليف ووضع المسجين السيء يعني هذا اللي علي عشرين دونار وخمسين دونار ومئة دونار ومئة دونار تلتف بهم على اي اساس ما انت بتحط عليهم تكاليف اكثر بكثير من الغرامة تبعتهم فطلع رئيس الحكومة على وزير العدل قال واه كلام الشيخ صحيح شوفوا المسجين كلهم اللي ما لهم يعني قصة يدارة محبوسة عشان غرامة يعني حالي حلو الموضوع حالي حلو وهو قصة شوي قصة الناس دول الاسرائيل يعني هي ارحم منكم يعني على الناس المسجون يعني هي حرب اسلع عشان حرب اسرائيل ساجنوهم سنتين وثلاثة وطلعوا وخلص الحكم يعني غني حكم تسعة سنوات ثمان سنوات يعني الاحكام في الاردن اشد من الاحكام اشد ضعفين ثلاثة من الاحكام اسرائيل فقال وزير العدل القانون عندنا قلت يا اخوان الله يرضى عليكم القانون له روح القانون له روح اهلية وجدة القوية الانظيم عشان حقم مصالح الناس احنا على كلها مش بعقول هيك فالمهمة حقيقة يعني آيوية وتكلمنا عن قصة السجين اللي لازم تعالج ويدفع اللي واتوا يا جماعة هاذا الرجل السير عندكم وقالها هي تحتاج الى قانون تحتاج الى قانون قال قدموا انتوا قانون الكانون احنا ان شاء الله بنقر نحن مش متبهين له قده كقانون وفعلا قدمنا قانون وأقر هذا القانون كقانون حقيقة السجين كفالة السجين فيما أكله ومشربه ومسكنه وعلاجه والكشف وكل شيء ودكستك فالورا نعم هذه من القوانين التي أقرت في تلك الزيارة هذه المقلة تلك الزيارة وكان حديث حقيقة كانوا متعاونين معنا إدارة السجن ولتقينا مع السياسيين حتى مجينا لتقينا مع السياسيين قلت لمدير السجن واللي معاه من الأخوة الأفاضل في الطاقم المسؤول قلت لو سمحت وتركونا لحالنا حتى نسمع للناس حتى يحكوا البدوية بلا شيء يخافوا منكم قالوا حق وكانوا مؤدبيا حقيقة وراحوا خلونا واستمعنا لهم حقيقة باستفادة يعني هذه كان من ضمن زياراتنا في لجنة الحريات للسجن وبعدها انتقلنا حقيقة لأكثر من السجن زرنا لأكثر من السجن زرنا إجمالا يعني لجنة الحريات ولجنة فلسطين أيضا حقيقة واللي جاننا اشتغلنا فيها لجنة الزراعة أيضا استقبلنا وزير الزراعة وكان عامل حقيقة سياسة الزراعة على مدار السنوات الطويلة ولما قلبت السياسة تبعة الزراعة وجهة الأسفشين في كثير من الشغلات اللي هي مدخلات الزراعة عليها رسومة عالية والزراعة احنا عندنا في بلادنا الأسفشين أحيانا يعني المزارع بتصل الفاتورة بيقول لي عوضك الكريم يعني حتى العجرة تبعة السيارة ما يعني ما بتكون موجودة لأنه ما في سياسة زراعية صحيحة موجودة تجد أحيانا انتاج بتنزل مادة البندورة مادة الإخيار مادة الكوسة تنكب سعر لا يساوي النقل لا يساوي النقل لأنه ما في سياسة زراعية واضحة بحيث تحصر احتياج مدخلات ومخرجات الزراعة عندنا في وزارة الزراعة وعلى أرض الواقع خلق لك مش موجودة ما هي موجودة وأنا حتى تكلمت للوزير الزراعة قلت أنه مر علي قصة وزير من وزراء الدول الأوروبية جاءوا المزارعين قال في عندنا فائض في إنتاج البيض ما طلع ترى مندبين المزارعين تبعين الادجاج البيض اتصل مع زميله في دولة ثانية وتم التبادل معاه في صفقات على الهاتف تم التبادل معاه على الصفقات تبادل في فائض عنده في مادة معينة سيتا حيقدت شيء بالضبط هذه هي من القصص التي سمعناها وثقت في حينها وتم التبادل واستأذن من المزارعين قال ممكن خلالة ثلاث شروط سيستدد لكم أثمان البيض قالوا مفقين ما في مشكلة خلص انتهى الفاط انتهى الفاط اذا وجدت اذا وجدت السياسة الزراعية الصحيحة ولخدمة المواطن فعلا على الأرض الواقع ما بتكون في عندنا مصائب هذه تحدث حقيقة وبالتالي انا قلت وزير الزراعة وهذا كلام انا من ضمن اقتصاصي كأنا في البداية عندي حقيقة مجال الزراعة من ممن أعمالي وعندي معرفة وإلمام جيد بهذا المجال بعرف المديونية الموجودة على كثير المزارعين مسكين بكون معظم ملاحقين للتنفيذ القضائي بكون عليهم أحكام وشكات مرتجعة لطبيعة المواسم السيئة اللي بتتم لان مسكين بياخذ البذور دين وبياخذ البقس دين وبياخذ الأسمدة دين وبياخذ العمال دين بتستنى الموسم لما يجي الموسم تلقى طلعت البقس عليه بـ 25 قرش وتكون أجرة حمل السيارة ولا يستطيع طيب اسمحني نتوقف هنا ثم نستعلم الحديث في المراجعة القادمة إن شاء الله حياك الله إزاك الله خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر